السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات العزاء أسعر الله أوقاتكم جميعا في الحصة السابقة تكلمنا عن الأوليات وهي قبيلة تتبع لمملكة الطلاعيات باقي قبيلة واحدة ونتكلم عنها وهي الطلاعيات شبيهة الفطريات سنتكلم عنها بشكل سريع ونتقل للدرس البعدي الطلاعيات شبيهة الفطريات أو مسمية أوقات الفطريات الغروية تعيش من خصائصها في الطرب الرطبة تعيش على القطع الخشبية متعفنة أوراق النباتات وعلى المواد العضوية متحلة وهي بالتالي تقوم بتحليل هذه المواد العضوية بطريقة التي تتغذى فيها الفطريات وتبدو على هيئة كتل بروتولازمية لزجة كأنها مخاطية بألوان مختلفة منها أبيض أخضر أصفر أحمر وتنتج أجسام ثمانية شبيهة بتركيب الفطريات وبالتالي سميت بالفطريات أو طلاعيات شبيهة الفطريات هذا فيما يخص آخر درس اللي هو الطلاعيات نبدأ اليوم في درس جديد ألا وهي المملكة أو مملكة الفطريات مملكة الفطريات وإحنا عرفنا أن العالم متكر قسم اللي كانت الحقيقة لخمس ممالك البدائيات والطلاعيات والمملكة الفطرية والنباتات والحيوانات اليوم حنتكلم عن مملكة الفطريات مملكة الفطريات يا جماعة أكيد كلياتنا تعملنا معها وشاهدنا بعض أنواع هذه الكائنات الحية في الماضي شكلت الفطريات معضلة في التصنيف بعض العلماء اعتبرها نباتات وبعضهم اعتبرها حيوانات ولكن في النهاية توصلوا إلى مملكة تصنيف خاص بها ألا وهي المملكة الفطريات وعشان نفهم هذا الكلام نبدأ في درس أو في نشاط سبعة خصائص الفطريات سرت فلسطين بدعوة أمها لمساعدتها في تحضير المواد اللازمة لصناعة عجينة المعمول فأحضرت كميات مناسبة من الطحين والماء الدافئ والملح والسكر تفقدت الأب المكمنات وسألت فلسطين أين الخميرة فتعجبت فلسطين من إضافة الخميرة للعجين ساعد والدة فلسطين في الإجابة عن أسئلات ابنتها الآتية بالمختصر طالبة اسمها فلسطين ساعت أمها في صناعة المعمول أحضرت المواد اللازمة له الطحين والماء الدافئ والملح والسكر ونسيت إحضار الخميرة وهنا تعدبت فلسطين لماذا نضيف الخميرة إلى العجين عشان نوضح هذه الفكرة نجاوب الأسئلة التالية سؤال أول ما أهمية إضافة كل من الخميرة والطحين للعجين خلنا نشوف عنا الجواب مع بعض الخميرة طبعا من أجل أن يخمر العجين وإعطائه القوام المطلوب والنكهة المميزة وتعمل على انتفاقك طبعا بانتفاق عجيما فعل غاز ثاني كسير الكربون أثناء عملية التخمر طبعا إن ما استخدمنا الخميرة بصبح الخبز صلب وقوامه صلب جدا وغير صالح الأكل الطحين طبعا ليش منضيفه؟ الطحين طبعا هو وسط مهم لنمو فطر الخميرة أي أنه يتغذى على الطحين أو على المواد السكرية الكربوهادراتية الموجودة في الطحين العوامل اثنين من العوامل التي ساعدت الخميرة على النمو عندنا ثلاث عوامل مهمة وهذه طبعا مهمة لجميع الفطريات الحرارة، الغذاء، والرطوبة إذا اختفى عامل من هذه العوامل لا ينمو الفطر بجميع أشكاله ثلاث، لماذا تعد الخميرة من المكونات الحية؟ الجواب بسيط جدا لأنها تمتلك جميع خصائص الكائنات الحية من نمو وحركة وتكاثر وأيض وإخراج وتغذية أربع، إلى أي ممالك تنتمي الخميرة؟ أكيد إلى مملكة الفطريات، فهي عبارة عالم فطر، ولكن فطر أحادي أو وحيد الخلية خمسة، ما طريقة تكاثر الخميرة في الظروف المناسبة؟ تتكاثر تكاثر لا جنسي بعملية تسمى التبرعم، هذه الصورة عندنا تبين لنا عملية التبرعم حيث ينمو أو يخرج من الخلية برعم صغير يكبر ثم يكبر حتى يصبح بهذا الشكل حجم أكبر ثم ينفصل بعد ذلك مكونا خليتين ستة، ما نوع التغذية في الخميرة؟ الفطرية بشكل عام سنتطلق لها التغذية فيها وأنواع التغذية، ولكن الخميرة تتغذى تغذية رمية أي أنها تحلل المواد العضوية من أجل حصوها على الغذاء باختصار، هذا النشاط يتحدث عن الظروف الملائمة للموء الخميرة وعن نوع التكاثر في الخميرة والعلم في الفطريات هناك أنواع أو طرق تكاثر عديدة سنتتكلم عن بعضها لاحقا تعد الخميرة من الكائنات حققية النواة، وهذا يشمل جميع نوع الفطريات وحيدات الخلية، وغير ذاتها التغذية، جميع الفطريات غير ذاتها التغذية، ولكن توجد فطريات متعددة الخلايا وفطريات وحيدات الخلية تتكاثر لا جلسية معينة تبرعم، وتضاف الخميرة إلى العجين بهدف إكسابه هناك مميزة، تعمل على انتفاخه، وبالتالي تعطيه القوام المطلوب نشوف النشاط الثمانية، وفي النشاط الثمانية لدينا خمس صور لأنواع من الفطر، وبكل نشاط كالتال تشتغفة الصيام تنوع الفطريات للتعيش في بيئات مطلبة ومختلفة، ومنها ما يظهر في الصور أدنى هناك صورة الأولى لبياض فطر البياض الدقيقي، وهاجم نبات الخيار، فطر البياض الزغبي أكثر، وهاجم نبات الخيار حسب الصورة الموجودة هنا فطر عفن الفاكهة، وفطر المشروم، وفطر القدم الرياضي نشوف الأسئلة عليها، وبما علينا نبدأ بالنقاش تأمن صور أعلاه وأجمعنا الأسئلة لأتيها، صنف هذه الفطريات حسب طريقة تغذيتها نقسم هذه الفطريات حسب طريقة التغذية، ممكن نقسمها لطريقتين رئيسيتين الطريقة الأولى هي التغذية الرومية، ومثال على ذلك فطر المشروم، أي أنه يحل المواد العضوية الميتة من أجل النمو الطريقة الثانية وهي الطريقة التطفل، وتشمل فطر البياض الدقيقي، فطر البياض الزغبي، فطر القدم الرياضي، وفطر عفن الفاكه إذن جميعها متطفلة مع عدد فطر المشروم نشوف السؤال الثاني صنف الفطريات السابقة فطريات نافعة وفطريات ضارة أكيد بشكل مبسط أي فطر متطفل هو فطر ضار، وأي فطر غير متطفل قد يكون نافع في السؤال اللي لدينا موجودة هنا، لدينا جميع هذه الفطريات ضارة مع عدد فطر المشروم طبعاً لدينا بعض أنواع المشروم هو سام، لا يتغذى عليه، ولكن حالياً يتم زراعة أنواع كثيرة من الفطر، من أشهرها فطر المشروم وفطر المحاري وهناك أعداد أنواع برية أخرى تنمو من الفطر غير سامة، ولكن يجب الحظر عند تناول هذه الفطر، أو هذه الأنواع من الفطريات، والسبب لأنه يصعب في الغالب تمييز الأنواع السامة من أنواع الضارة السؤال الثالث، ما الظروف المناسبة للمو الفطريات؟ عن الظروف، الغذاء، توفر الغذاء، المادة العضوية، اثنين، الحرارة، وفي الغالب نلاحظ أن الفطريات تنمو برية طبيعياً في البرية في فداية فصل الشتاء، بسبب انخفاض درجة الحرارة، وتوفر الرطوبة، وبالتالي تصبح البيئة ملائمة للمو الفطريات، أما في الصيف مثلاً لا نجد نمو الفطريات في الطبيعة، إلا ضمن ظروف استثنائية، أما حالياً بشكل تجاري يتم زراعة الفطر، ولكن بتوفير العوامل الثلاث، غذاء مناسب، حرارة مناسبة، مضبوطة، ورطوبة معينة أربع، كيف يمكن أن نقل أنفسنا من الفطريات الضارة؟ عنا أهم شغلة دائماً نتكلم عنها حتى نقل أنفسنا من الأمراض، ألا وهي النظافة الشخصية، وتبديل الملابس باستمرار وخاصة الملابس الداخلية، عنا كمان تنشيف الأرجل بعد غسلها بمنشفاء خاصة، وأيضاً يجب تنشيف الماء ما بين أصابع القدم، فينا كمان نضيف إلها لبس حذاء طبي أو حذاء جيد التهوي حتى لا نصاب بمرض القدم الرياضي، أخشي حالك عن خصائص الفطريات وهي مراجعة سريعة لدرس الفطريات، الفطريات يمكن تقسيمها حسب خصائصها كالتالي، أول شيء، الفطريات حقية النواة، هي كائنات حقية النواة، بعضها وحيد الخلية، كما ترون، وبعضها متعدل الخلايا، وحيد الخلية مثل الخميرة، ومتعدل الخلايا مثل المشروب، طريقة التكاثر في الفطريات، قد يكون عندنا تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي، الجنسي مثل فطر البيض الضقيقي، ولا جنسي مثل عفن خبز، وهذا نضيف ملاحظة سريعة، عفن خبز يقوم بالتكاثر سواء الجنسي أو اللاجنسي، ولكن حسب الظروف البيئية، فبالتالي، قد نجد نفس الفطر يقوم بأكثر من طريقة التكاثر، ولكن حسب الظروف الطبيعية أو البيئية المحيطة فيه، نجد نشوف خصائص من خصائص الفطريات في طريقة التغذية، لدينا ثلاث طرق تغذية في الفطريات، الأولى الترمم مثل عفن البنسيليوم، عفن البنسيليوم، عفن البنسيليوم، ومسميه للإسم العلمي البنسيليوم نوتاتيوم، وهو فطر مفيد، يتم منه استخلاص عقار البنسيليوم، بعض طرق تغذية تقايض مثل الفطر الذي تقايض مع التحالب، والذي نسميه بالأشنات، الأشنات، وهي تنمو على الصخور وعلى جذوع الأشجار، وبعضها صالح للأكل، التطفل، والطريقة الأخيرة في التغذية في الفطريات، التطفل مثل فطر القدم الرياضي، الذي طبعا يسبب تسلق ما بين أصابع القدم، فهي احنا بنكون جماعة خلصنا درس الفطريات، ويعطيكم العافية.